شنت المقاتلات الحربية التابعة لنظام الأسد اليوم غارات جوية مكثفة على بلدة معارة حرمي وخان شيخون في ريف إدلب مما تسبب بقتل سيدة وجرح مدنيين نقلوا إلى المشافي الميدانية فيما تجددت الغارات الجوية على الأحياء السكانية في بلدة معار شورين بريف إدلب أدت إلى دمار في ممتلكات المدنيين دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا معي من إدلب مراسل أخبار الآن مصطفى الخلف مصطفى مساء الخير ما التفاصيل التي يمكنك أن تفيدنا بها التفاصيل الإضافية فيما تعلق بريف إدلب وعن أي ضحايا نتحدث إذا كان هناك تحديث للمعلومات مساء النور نعم اليوم لم تخلو سماء محافظة إدلب من التحليق الكثيف لسلاح الجو التابع لقوات النظام حيث شنت المقاتلات الحربية الروسية وسلاح الجو التابع لقوات النظام غارات جوية مكثفة على بلدة معارة حرمة وخان شيخون بريف إدلب الجنوب بما تسبب بمقتل إمرأة وجرح مدنيين نقلوا إلى مشافي ميدانية في المنطقة فيما تجددت الغارات الجوية على الأحياء السكانية في بلدة معار شورين بريف معارة النعمان دون ورود أنباء عن إصابات أو عن سقوة ضحايا وأيضا غارات جوية استهدفت كل من خان شيخون وقرية جبالة بريف إدلب فيما سجل مقتل إمرأة وإصابة ثلاثة من أطفالها بغارات جوية استهدفت مخيم الجميلية بريف جسر الشغور وذلك بطائرة دون طيار حسب المراصد التابعة للمعارضة وأيضا قامت طائرة يوشين اليوم بإنزال مضلي بعدد من المقاتلين فوق قريتي كفريا والفوعة المواليتين للنظام بريف إدلب وذلك خلافا لعادة طائرة اليوشين التي عادة أو غالبا ما تنزل كميات من الذخائر والمواد الغذائية نعم حتى الثلاثاء الماضي كان في بخان شيخون سبع أطفال ومرأتان قتلوا بغارة جوية أيضا نتحدث عن تصعيد بخان شيخون في حما أيضا إذا كان ممكن أن نعرف معلومات إضافية عن ما يحدث هناك وبلدة الدانة تحديدا بريف إدلب الشمالي نتحدث عن صاروخ باليستي من قبل القوات الروسية هل من معلومات لديك حول هذا الموضوع وعن ضحايا لأن المركز الدفاع المدني بريف إدلب لم يتحدث عن ضحايا لم يكن قد أحصاها بعد إذن إلى الآن لا توجد حصيلة نهائية لعدد القتلى والجرحى في بلدة الدانة بريف إدلب الشمالي نتيجة سلافها بصاروخ باليستي لم تعطي حتى الآن المصادر من الدفاع المدني أو من شبكات الإخبار في المنطقة لم تعطي إلى الآن حصيلة نهائية يبدو أن عدد القتلى والجرحى لم يحصى بعد وأما عن الريف الحموي فقد شنت المقاتلات الحربية التابعة لقوات النظام غارات جوية بالصواريخ الفراغية استهدفت كل من مدينة فرزيتا واللطامنة وتل الناصرية بريف حما الشمالي دون ورود أيضا معلومات عن حجم الأضرار وقد استهدفت قرية الزكابي عشرات القدائف المدفعية وذلك من قبل قوات النظام المتمركزة في قرية الشيخ حديد أنا أشكر بازا نكتفي بهذا القدر على كل هذه المعلومات من إدلب ورأس الأخبار الآن مصطفى الخلف